من حكمة ربنا ان القناة السامعية الخارجية قناة متعرجة ومش مستقيمة وده بيحمي طابلة الاظن من ذكاء البشر اللي لما بيزيد عن حده بيسبب كوانس ولكن تفاكر ان مصطلح سوق بطابلة الاظن مجرد كلمة بتتقال في الافلام ومش موجودة على ارض الواقع يبقى انتها كم بطان لان سوق بطابلة الاظن حاجة شائعة جدا وبتحصل لناس كتير وهقولك ازاي دلوقتي عندنا بتقدر اذن البشر انها تسمع الاصوات اللي بتراوح ترددها بين 20 هرتز و 20 الف هرتز ودي ارقام مش عالية جدا زي ما انت فاكر مقارنة بكئنات تانية زي الكلب مثلا اللي بتقدر تسمع الاصوات اللي بياصل ترددها ل 40 الف هرتز او حتى الخفافيش اللي بترسل موجات صوتية لحد 100 الف هرتز او اكتر وبتستقبل الصدى المنعكس من الاجسام اللي حواليها مرة تانية علشان تكون خارطة زهنية للبيئة المحيطة بيها وفي موجات صوتية بتكون واطية جدا زي اصوات الزلازل والبراكين علشان كده بتقدر بعض الحيوانات الشعور بيها اما بالنسبة لازن البشر زي ما قلنا بتقدر تسمع الاصوات اللي ترددها بين 20 هرتز و 20 الف هرتز والاصوات اللي ترددتها بتكون عالية بسبب اكتزاس شديد في طابلة الازن واللي ممكن يتسبب في انفجارها لحظة واحدة بس هو يعني ايه طابلة ازن اصلا وفي يدتها ايه الجسمانة وازاي بنقدر نعلاجها لو حصل فيها صوت واه هي مكونات الازن وازاي بنسمع بيها ده اللي هنقشو في حلقة النهاردة فخلك معنا عندنا الازن هي العضو المسؤول عن السمع والتوازن وبتتكون من 3 اجزاء رئيسية وهي الازن الخارجية والازن الوسطى والازن الداخلية والازن الخارجية هي الجزء الوحيد اللي بنقدر نشوفه من الخارج واللي بتتكون من سوان الازن والقناص سمعية الخارجية اما بالنسبة للازن الوسطى فدي عبارة عن قوضة صغيرة موجودة خلف طابلة الازن القوضة دي بيكون جواها 3 عظام صغيرة بنسميها العظام السمعية اما الازن الداخلية فهي عبارة عن مساحة صغيرة داخل الجنجمة واللي موجود جواها الكوقاعة اللي بنسمع بيها كمان جواها القنوات المسؤولة عن التوازن بالنسبة لطابلة الازن فهي موجودة ما بين الازن الوسطى والازن الخارجية وهنعرف وظيفتها ايه كمان شوية طيب ازاي بنقدر نسمع بيقوم سوان الاوزن بتجميع الموجات الصوتية من البيئة المحيطة زي دش ريسيفر كده علشان تمر في القناة السامعية الخارجية ويوصلها لطابلة الاوزن وزاي ما قلنا طابلة الاوزن بتفصل بين الاوزن الخارجية والاوزن الوسطى واول ما بتوصل الموجات الصوتية لطابلة الاوزن بتكتز بطريقة معينة علشان تنقل الموجات دي للعظام السامعية ودي اصغر تلت عظام موجودة في جسمنا واللي بنسميه من المطرقة والسندان والركاد ما تشجلش بلك انت بالاسم المهم هو ان العظام دي بتنقل الموجات الصوتية من طابلة الاوزن للأوزن الداخلية والأوزن الداخلية زي ما قلنا جواها كوقعة السامع واللي مليانة بسائل وفيها خلايا بنسميها الخلايا الشعرية الخلايا دي هي المسؤولة عن استقبال الموجات السامعية فاول ما بتوصل الموجات السامعية للخلايا الشعرية بتهتز بطريقة معينة علشان تولد اشارات عصبية نقل الاشارات العصبية دي للمخ عن طريق العصب السامعي طيب ازاي بيحصل صجب في طابلة الاوزن؟ رقم واحد زي ما قلنا في بداية الفيديو لما بتوصل موجات سامعية تردونها عالي زي اسوات الطيارات والالعاب النارية وغيرها ورقم اثنين لو اتعرض الشخص لضربة شديدة في الرأس قد في انتبار طابلة الاوزن وبمناسبة الضربة الشديدة على الرأس فحسب لك فيديو في الوصف بيتكلم عن اضعف نقطة في جمجمة الرأس ورقم واحدة فيها ممكن تؤدي للوفاة ورقم ثلاثة لو دخل اي جسم جريب بالأوزن وده شائع اكتر بين الاطفال والحمد لله ان القناة السامعية الخارجية متعرضة ومش مستقيم او لو كان في عدوة جديدة في الأوزن والشخص اهملها او ما تمش علاجها بالطريقة الصحيحة كل دي اسباج ممكن تؤدي لحدوث سجب في طابلة الأوزن وعلى عكس مناس كتير متخيلة ترقيع طابلة الأوزن مش هي الخيار الوحيد الموجود وان في معظم الحالات بتستجيب طابلة الأوزن للعلاج وبتلتأم طلقائيا من غير جراحة والالتأم بيكون افضل عند الاطفال اللي سنهم صغير ولو اضطرينا العمل جراحة لترقيع طابلة الأوزن فبنرفع الجلد اللي بين طابلة الأوزن والعظام علشان نقدر ندخل الدعمة للأوزن الوسطى ونسبتها على طابلة الأوزن من الداخل وبنرجع طابلة الأوزن لمكانها مرة ثانية وممكن نحط قطع ضغضروف علشان تزود من تدعيم الرؤعة اسماء فترة الالتقام وبندعم الرؤعة من الداخل والخارج باسفنج قابل للانتصاص وفي طرق تانية للعملية وبنعم طريقة دخول بالرؤعة من خلال السقب وبنقطع حوالين السقب ده بشكل دائري علشان الالتقام يكون اسرع فبتلتائم طابلة الأوزن في خلال من شهر لشهرين وده بيعتمد على حجم الرؤعة وعلى عمر الشخص وحالته الصحية وفي أمراض معينة بيضطر فيها الأطباء إنهم يعملوا صد في طابلة الأوزن عن عمد ممكن نبقى نعمل لها فيديو منفصل وفي النهاية لو عجبك الفيديو بتنسى اشتامي اللايك وتشير الفيديو مع صحابك لربما يفيد أي حد ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه عمل تشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول السلام